ريد ماجيك من الشركات المتخصة في عالم القيمينج شوفنا عندها مجالات جدا جدا ممتازة من ناحية الهوات في حمولنا والاجهزة المخصة للالعاب وشاشات المونيتر والاكسسورات الخاصة فيها لكن وش رأيك بهذا التابلت وعطنا رأيك في خاتل القاتل انا راضي بحكمك بس اسمعني وبعدها قل لي رأيك في خاتل القاتل اللي تشوفه قدامك اسمه ريد ماجيك نوفا قيمينج تابلت راح يكون متوفر بساعتين اتناش وعندك ال 16 مع ال 512 جيجا بايت طبعا متوفر من واحد اول ميدنايت لون جميل جدا ما يحتاج اي لون اضافة صراحة وتشوفه قدامك يعني اضف على ذلك وش يقدم لك اولا راح يعطيك سنابلان 8 الجيل الثالث يعطيك ايضا الرام بقدرات ال LPDDR5X وايضا السعة تخزينية هي من نوع UFS 4.0 اذا ما كنت تعرف يعني اداء سلس جدا 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 ما تتصور مع واجههم فيها كاستمايز عالي ريد ماجيك ال OS 9.0 ما راح يقولك لا فيه ال Game Space والكاستمايز الخاص بالGaming فارما راح يقولك لا اداء جدا خرافي لا وزيدك من الشهر بيت راح يعطيك عشر الاف مليون بيت مع شاحن موجود بداخل صندوق بقوة الثمين واط يعني عملية شاحن وشاحن مجانة ما فيه منظام البيئة او الخرابيض حقتهم لا والشاشة عبارة عشرة فاستسع بنظام عرض ممتاز ستعاش على عشرة وهذا ممتاز في الملتي ميديا في الجيمينج في تصفح التدفقات وعرضها لكن هذه عبارة ستعاش عشرة ومية واربع واربعين يعني ثلاثة تامة في حركات سريعة تصوير منظور اول وغير وغير من الاكشان اللعب الالعاب الاونلاين هذه الشاشة ما راح تخيب املك مع نظام صوتي دي تي اس واربع سبيكر فلاك انت تخيل المتعة اللي راح تتمتع فيها في المجال التصفح الملتي ميديا والجيمينج اضف على ذلك لا ما قل ما خلصنا يا حبيبي كله على بعضه ترى على جهاز بوزن خمس مئة وثلاثين جرام يعني وزن ممتاد على الامكانات الهائلة ببطارية ضخمة ولا كواليتي من الميتل يعني ما في اي مشكلة نهائية في جودة التصنيع الخاص بهذا الهدفون الازرار وتوزيها والبصمة كله تعمل بالشكل الممتاز ما في ايه ملاحظة لا محبيبين قيمة ترى فيها الانضام الار جي بي فما عندك ايه مشكلة هل تعلم انه فيها نظام تبريد خرافي مع هذه المميزات العالية مثلا نروحها عبارة عشرين الف ار بي ام وايضا فيها ثري دي ثري دي من المشتتات للحرارة فبالتالي انت اللي قاعد تلعب فترة طويلة ما تبغي يسخن جهاز يسوي الدرب في السي فيو والجي فيو ويالله ويستنى يضرق لا هم عارفين هذا الموضوع لذلك هذا الجهاز فعلا من طراز الاول مخصص للجامرات ويملك كاميرات اذا تبغى موجود خمس عشرين وخمسين ميجا بيكسل موجود كله موجود للطلب موجود في خاطر لان لو سمحت ما تغطينا رايك